السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين ومشاهدين ومرحبكم في هذا الفيديو الجديد في هذا الفيديو إن شاء الله وبعد فيروس كورونا الذي انتشر عبر العالم قررت وزارة التعليم المغربية أن تضع موقعا من أجل الدراسة عن بعد بسبب توقف الدراسة بسبب هذا الفيروس في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نحاول أن نتعرف على الطريقة التي اعتمدتها وزارة التعليم من أجل الولوج إلى هذا الموقع صراحة هو موقع جميل الآية هذا الموقع يتضمن المشتبه الثلاث سواء الابتلائي أو الاعتداء والإعدادي والثانوي كذلك بجميع مسواياته ولا نشاهد معا كيف يتصل الولوج إلى هذا الموقع المهم كما كتعرفوا أول حاجة عند دخل لجوجل هنحاول نكتف جوجل بمنصات منصات تلميذ تي اي سي او تلميذ كما كتشوف هنا تلميذ تي اي سي او تلميذ كما كتشوف هنا تلميذ تسديك مباشرة الموقع كما كتشوف أمامك هذا الموقع المهم يمكن أن يكون وزارة المملكة المغربية ووزارة التعليم الوطنية وتكل مهاني هذا الموقع كما كتشوف تكون من تعليم البتدائي كما كتشوف هنا كتنزل تحت كتعلقات تعليمي ايعدادي وتعليم تأهيلي كل مسى وكل آمم كل المستوى فيه جميع المستويات مثلا نهشmic التعليم نبيبها0 مستوى الاول المستوى التاني المستوى الثالث مع المستوى الثالث ولمستوى المستوى الابتدائي متأشف على الن Without M كن المستوى الثالث المستوى الثاني إعدادية ومستوى الثالث إعدادية كم شون تعليم تهيري كاللقاء وجد عمو الشرك والأولى باقالورية والثانية باقالورية مثلا وهذا اللي كتشوف ملونين بهذا اللون اللي يربح على القحوة وهي مكان عنديش مع الأرواب هذو هما المستويات اللي فيهم لامتحانات آخر السنة بمعنى المستوى الثاني فيهم المستوى الثاني يكونوا بهذا اللون مثلا نختار مثلا المستوى الرابع ندخل المستوى الرابع ونرى أشنفه كما يقول هذه المادة الدراسية هنا كما تشوف هنا اللغة العربية اللغة الفرنسية الرياضيات وكفي الأكتفية أورال كان هنا فيديوهات اللي كي شرحوا لنا كل هاته الدروس صراحة موقع سهل على أي واحد ممكن يدخله هذا مستوى الرابع يكون مشنا متنال المستوى السادس اللي غيكون في الامتحانات بالنسبة للتعليم ابتدائي كالقوا فيه المواد كامل اللي غيكون فيه من المتحان الموحدة غلقوا اللغة العربية واللغة الفرنسية والرياضيات والنشاط العلمي والصرف والتحويل الغرامال 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 كالقوا فيه المستوى يجب أن يجمعوا جميع ما يمكن أن يحتاجه هذا التلميذ في هذا المستوى مثلا سيقوم بتعليم هيل سيقوم بتعليم تأخير مثلا التانية باقالورية التي يكون عليها السنة المفصلية على المستوى نقلب مثلا في المواد الدراسية اللي كاللغة العربية لغة الفرنسية لجمعيات الرياضية تعليم الحياة الأرض الفيزياء والكيميا والفلسفة يجب أن ندخل المادات الرياضيات ونحاول أن ندخل الرياضيات وندخل الرياضيات يجب أن ندخل كل مختلف الدروس التي نحتاجها في هذا المستوى كما ترون هناك أساسية متمرسة على هذا التمرين هذا الموقع هو مثال على الموقع الذي يحاول أن يجمعنا جميع الدروس يجب أن نرى الاحتمالات الجزء الأول والتكامل الكالكول دون ديكرا الانتراسون بار بارتي تيرم دو فالو انترميديا مختلف الدروس التي يحتاجها هذا الطالب إضافة إلى مواقع أخرى المهمة نحاول أن نعطيكم إلى هذا الموقع لكي لا نكتروا بالمواقع لكي أي طالب أو التلميذ الذي يدخل أنه يتعلم ستبع إلى هذا المراحل الذي يفعل المواقع يحسن أنه لا يكتر بزاف المواقع وفي الأخرى لا يقرأ له هذا من الجهة صراحة كمانظور تخصيفة هذه الطريقة التي عثمتها الوزارة صراحة أنا لا أكتر أنها ملائمة لأن التلميذ ضروري ومؤكد أنه سيحضر الاسمية سيحضر الانتراسة بشيقرة وانتمنى هذه الطريقة تنجح صعب وانتمنى من الله العلي العظيم أن يشفينا ووشفي جميع المسلمين نوزلنا هذا البلاء إلى هنا محمد الكرياني يحيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا أعجبك الفيديو لا تنساش أنك تتابعنا معناه ودير جيم الفيديو وديروح لكومنتين جوين لكي تشجعنا هذا مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة